اختار مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية إمارة الشارقة مقرا لعقد اجتماع مجلس أمناء بهدف تدعيم التواصل والتعاون بين الشارقة والمملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال مجمع اللغة العربية بالشارقة ومركز الملك عبدالله وجاء اختيار الشارقة لما تتمتع به من اهتمام كبير في مجالات الثقافة والتعليم عموما وفي مجال العناية باللغة العربية بشكل خاص وتعزيز سبل النهوض بها وتقديرا لدور الإمارة وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في خدمة العربية ها هي الشارقة مع كل إشراقة شمس تجذب بضياء ثقافتها القاسية والداني لينهلوا من علمها ومعرفتها مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية كان أحد الجهات التي اختارت من شارقة سلطان مقرا لعقد اجتماع مجلس أمناءه ففي مستهل الاجتماع قدم سعادة محمد خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام في كلمته الشكرة والتقدير للوفد السعودي لاختياره الشارقة ونقل لهم تحيات صاحب السمو حاكم الشارقة الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة الذي وجه بتوفير كل سبل الراحة لإنجاح الاجتماع الذي يسهم في دعم اللغة العربية بعدها قام الوفد الزائر بالانطلاق لمحطته الأولى والبداية من درة الباحثين دارة الدكتور الشيخ سلطان القاسي من الدراسات الخليجية حيث تجول الوفد برفقة رئيس الدارة سعادة علي المري في أقسامها وأجنحتها ومعارضها المتخصصة نحن الآن قمنا بزيارة بعض المعالم التاريخية والأكاديمية والثقافية ومنها دارة التاريخ التي رأينا فيها الكثير مما يصر ومما يبشر بتاريخنا العظيم الذي حرس صاحب السمو على حفظه في الوثائق التاريخية العجيبة في هذه الدارة العظيمة في الواقع سعدت جدا عندما علمت أن السمو الشيخ يدعم كثير من مجامع اللغة العربية في العالم العربي بل وفي إنشاء بعضها وهذا في الواقع عمل لا ينساه التاريخ أبدا له ومن الدارة انتقل الوفد إلى أحد الصروح التعليمية الأبرز الجامعة القاسمية حيث كان في استقبالهم الاستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة الذي أطلعهم على أبرز المعلومات عن الجامعة التي انضمت حديثا لركب الجامعات في الإمارة ليستكمل الوفد بعدها جولتهم في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك إذ شاهدوا فيه في المدينة القيمة من تأليف صاحب السمو حاكم الشارقة يأتي انعقاد مجلس مناء مركز الملك عبدالله الدولي في هذه الإمارة الرائعة لكي يضيف إلى خبراته خبرات نوعية ولكي يمد جسور التواصل مع مجمع اللغة العربية الشارقة هذه القبة السماوية أدخلتنا في عالم شبيه بالحلم وقد استيقظنا منه الآن ونحن في طريقنا إلى مزيد من التمتع بالمدينة ختام الجولة كان في جامعة الشارقة حيث التقى الوفد بالاستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة وعدد من القياديات الأكاديمية وتم تعريف الوفد على كليات الجامعة لسيما كلية اللغة العربية وطلبت الدراسات العليا في جامعة الشارقة إذن تأتي هذه الزيارة لتؤكد مساعي الشارقة عاصمة الثقافة إلى مد جسور التواصل مع المؤسسات العلمية والأكاديمية في مختلف البلدان العربية فهي فرصة للمعنيين لينهلوا من معينها الثقافي والمتعدد لأخبار دار ريم عيسى الشارقة ترجمة نانسي قنقر